السلام عليكم ورحبكم معي من جديد اليوم سوف نحضر معكم كيكة البرتقال كيكة المنعشة كيكة خفيفة انا اكيد اذا جربتها سوف يتعجبكم نحضركم مع المقادر وطريقة التحضير وفرجوه و اول شيء سوف نحضر السلو الذي سوف نطيبه فيه الليمون كما اردت كاس سكار و كيسان الماء سوف نحضره على النار و سوف نحضر برتقالة أو الليمونة كما نقول انه الليمون قسمتها على الجوج ومن بعد قسمتها على الشرائح هنا كل نصف الليمونة نقسمها تقريبا 8 او 7 او شرائح اللي يكونون بهذا الحجم من بعد ما يبدأ يغلي انا اريد كيبلكم انه بدأ يغلي سوف يوضع فيها هذه الشرائح وكتخلوهم يطيبوا مدة 10 دقائق من بعد ما تدوز 10 دقائق هنا نأخذ الشرائح و نصفيهم بهذا الشكل نحاول ان نقذهم كيبقى الشكل من بعد نأخذ السيرو نأخذ منه نصف كاز لاننا سوف نستعملوه في الوصفة أو في الكيك و نحضر الكيك سوف نحتاج فيه 150 غرام الزبدة اللي ضروري تكون بالحارة المطبخ ندروا معها كاس مع مرش السكر اللي هي تقريبا 100 غرام السكر ندد السكر ساندة وسكر حبيبات ندروا كيس سوكالفاني او ممكن ندروا قشور البرتقال محكوكين ندروا رشاة الملحة و من بعد قد ضربوا هذه المكونات نضربوا الزبدة مع السكر حتى يفتح اللون و نتأكدوا بأن هذا السكر يعني يكون بحيلة من بعد قد ضربوا البيض واحدة و واحدة يعني كما تشوفوا معي سوف ندر بيضة و نخلط و ندر بيضة ثانية و نخلط و نستمر بنفس طريقة حتى نكمل البيض اللي عندي كامل أنا عندي ثلاثة ديال البيضات حتى هم غس يكونوا بالحارة المطبخ ما يكونش البيض بارد ولا يكون في الدلاجة الحجم ديال البيض هنا هي كيكون كبير ما تدروا تلك البيض اللي يكون صغير إلا عندكم البيض صغير و سوف نمتع به خلط المكونات السفر ثم نخلط اللي أنزل وسوف ننخلط و من واحدة بعد الغربة نشوف 28 غرام مباشرة كنثرة كنثرة مضيفة نضيف دقيق مع الخليط نضيف دقيق مع السيرو نضيف دقيق مع السيرو نضيف السيرو ثلاثة دفعات أو ثلاثة دفعات أو ثلاثة ديال المراحل ثلاثة ديال المراحل في كل مرة تضيف كيميا و تخلطوا هنا نحاول نزل الثاني جناب باش نخلط المكونات ديالنا كلهم مزيان نقوم بشكل مزيان و هذا هو الخليط من بعد يكون هناك قوام من بعد نخلط الصينية التي سنقوم بها الكيك ندهنها بالزبدة ندهنها بالزبدة ندهنها بالزبدة نقوم بشكل مزيان نقوم بشكل مزيان في هذه المرحلة نقوم بشكل مزيان نقوم بشكل مزيان لنقوم بشكل مزيان نقوم بشكل مزيان نجعل الفران نيسخن نأخذ شرائح البرتقال و نستفونه بطريقة ندهن الخليط ندخل الفران تشعل عليه من تحت و تضعوا فصل صنية اخرى تجعلوا العافية من تحت كما قلت لكم حتى يبال لكم الكيك انه تنفخ و تضاعف الحجم يتحمل من شناه بعد كتشعلوا عليه تحمل من الفوق هاا طريقة تضاولها في الفران ديال الطوك و تداريك في الفران ديال لقاس وإلا كان عندكم الفران ليشعل من الفوق و تحت دقة واحدة تضعوا واحدة سينية من الفوق باش تضرقوا العافية ديال الفوق على وجه الكيك و تبقى غير العافية ديال التحت هي باش يطيب نريد طريقة الفران التي يشعر من فوق ومن تحت ضقه واحدة نجد رابط في صندوق الوصف كنت شرحتها في فيديو كيف تشطيب الكيك في الفران التي يشعر من فوق ومن تحت ضقه واحدة ويجي يكون كيك ناجح لا يكون محمر من بره ويكون من داخل خضر كنت أرى الكيك بشكل جيد لكي يخرج لكم هذه العودة ناجف عارفوا بأن الكيك رطب ثم نخرج لكيك من الفران نقلب فوق شبك لكي تبرد لنضغية نزوب الورق الطاي نأخذ شوية السلو اللي سوف ندهن به الوجهة الكيك سوف ندهن غير الشرائح البرتقال لكي تبقى فيهم اللمع هذا المقطع ستصور لي بالزربة مبين جيدا وهذا الشكل الكيك البرتقال ندرسها في صينية الكبيرة قريبا القطر الصينية لكي تقريبا 22 سنتي لكي تقريبا 18 سوف ندهن الكيك مرتفة وصلنا الاخر الفيديو وهذه الكيك البناترا جد رائع جدا انا اكيد انا جربتها ستعجبكم كالجلدي او كالدوب في الفم نتمنى تعجبكم الوصفة اليوم لا تنسوا لايك الفيديو و دعوا تعليقاتكم و الى الفيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر